عن طريق الحمام اللي هو المرسلات في الحمام أو الدخان في بعض القبائل أو إلى آخر حتى المواصلات وتطورت أيضا من الإنسان كان بيمشي على قدمي إلى أن بدأ يستعمل الدواب إلى أن نستعملنا القطارات والسفن والعربات والملاكب الفضائية والطائرات إلى آخر يعني نحن نؤمن بالتكنولوجيا إيمان لا مثيلة له ومعها من أجل إصلاح وتنمية وبناء المجتمع إيه هو الدرر اللي يمكن تسببون لتكنولوجيا الدرر يقع ممن يتحكمون في صناعة التكنولوجيا الدرر يقع ممن يتحكمون في صناعة التكنولوجيا ويحاولون التحكم في مقدرات الشعور والأجيال عبر الأزمان التحكم هذا هو الخطر التكنولوجيا نفسها ليست خطر من أجل ماذا؟ من أجل كسب مادي سريع وفرد السياسة مجتمعية جديدة على المجتمع ثم تقسيم الشعوب وإثارة الصراعات والنزاعات والنشر ثقافات جديدة لمحاربة الأجيال السماوية وغيرها من أسباب عديدة أقولها مرة تانية الضرر الذي يقع ليس من التكنولوجيا نفسها لكن مما يتحكم فيها ويحاول التحكم في مقدرات الشعوب والأجيال من أجل كسب مادي من أجل فرض السياسة المجتمعية جديدة على المجتمع من أجل تقسيم الشعوب وأثار الصراعات والنزاعات ومن أجل نشر ثقافات جديدة لمحاربة القيم والأجيال السماوية ده الخطر أما التكنولوجيا بالنسبان بالعكس هي فريضة وفردية أضرار عبادة التكنولوجيا إيه أضرارها إن الإنسان بيفقد القدرة على التركيز للأمشتت خاصة التركيز إيه في المجريات الأحداث حولنا الدنيا تتغير وأنا قاعد حابس نفسي في غرفة ضل ساعة واثنين وخمسة وعشرة ما بنجش بالله النورة التانية تصبح إنه هذه الوسائل التكنولوجيا بديلاً لنا على الحياة التبعية إلي بزور فيها أهلي وأريبي وأصدقائي إلى آخر وأننا نستطيع نتغير مع سرعة المعادلات تغيير بتاعها يعني التغيير تشغالها بتغيير كل يوم بسرعة تعدل سرعة استيعاب لها الأمر الثاني نتحول إلى مجتمع من مجتمعات تحولنا التكنولوجيا أو التواصل من مجتمعات إلى أفراد يعيشون في أفق الصحب التي ترسمها لنا التكنولوجيا يعني تجعلنا أننا نخرج من المجتمع ونعيش كده في فقاعة هوائية بالصحب اللي هنا نتكلم فيها بتدمو عندنا السياسة التبعية معتمدين عليها مئة في المئة الاعتماد الاعتماد عليها تاخد منها أراء عجيبة جديدة وغريبة وأشخاص أحنا من سميهم الروايبضات لم نكن نألفهم من قبل عشان يسبوعوا الآن هم قادة مجتمعيين ومسلحين دينيين قادة مجتمعيين لم نعرف عنهم أي شيء من قبل ومسلح ديني لا نعرف من أين أتى بهذا الدين الجديد تظهر معنا لغات تواصل الالكترونية جديدة وحديثة بتؤثر على اللغات الأديان السماوية المتعرف عليها تغيير القيم والأخلاقيات والثقافات المتعرف عليها وكذلك ارتفاع معدلات الجريمة والقرصنة التكنولوجيا فيه كده خطوة من الخطوات ممكن نتبعها وليه تبقى تلايما تنسبان لإيه قايدلين أول حاجة نقف استعمالها يوم أو أسبوع أو شهر في السنة نتعود نتعود على أننا نعيش ساعة أو ساعتين كل يوم بعيد عن أي أدوات تكنولوجيا خاصة اللي هم أدوات التواصل الاجتماعي يكون هنا ساعة للتأمل نشوفوا الدنيا اللي حوانا دي شيئا الشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار والهوى والحيوانات والبشر شكلهم ايه دون تأمل تأمل مش مجر النظر إليها العبادة بتاعتنا لنتأمل العبادة اليومية بتاعتنا هل احنا بنعبد الله حق عبادتي أم لا بعد كده يكون نحص القراءة قراءة تقليدية أننا عندي كتاب أو موسوعة بتصفحها وأعرف فيها التاريخ أعرف فيها الأدبيات أعرف فيها ثقافات مختلفة أقرف فيها كل شيء اللي هي سريعة تقليدية في القراءة وكذلك الكتابة أعرف كتير جدا من الشباب والأسف خريق جامعات لا يعرفون يعني يتكلموا أو يكتبوا اللغة العربية أو يتكلموا ويكتبوا حتى اللغة الإنجليزية فطلعين اللغة الجديدة اسمها لغة مش عارف إيه وما تتقري وتعمل أسوأ من اللغة الهيلغروفية اللغة الهيلغروفية جيت تتحمل الفرنسية من حسناتها إنها في حجر رشيد اكتشفت نموز ووصول اللغة اللغة الهيلغروفية أما الأولاد اللي طلعين دول لا بيعرفوا يتكلموا عربي ولا بيعرفوا الأسف يتكلموا إنجليزي من نقطة الكتير اللي بعرفها هأوفر لها وحأوفره يعني أوفر لها تمعد عليها يقول لك الأخ ده أوفر قوي يعني أوفر رايح فيه يعني أوفر يعني فوق أنت أوفر تلي غير إعاد علي يعني حتى مش فاهمين اللغة الخيبة خارجين من الجامعات ومعهم طراصات وكذا وما يعرفوش لغة يكتبوها أو يقروها إنك تجلس مع أهلك مع زوجتك مع أولادك مع أبنائك مع أخواتك ها مع أصدقائك تقعب معهم كده تتكلم تتناقش زي بشر كل يوم مع الأهل والأولاد ومرة في الأسبوع مع الأقارب بعد الأقارب والأصدقاء إلى آخر نحتمل موعد النوم يعني ما بيش حد يقعد قدام السوشيال ميديا لغة الساعتات البعض الصبح ليه عشان إيه إيه اللي حاصل يعني إيه الموضوع له جهات في سبيل الله ولا هم مرابطة ولا هم وظيفة ولا أي شيء ويعودوا يتكلموا كده مع بعض داع اليوم ولما بيضيع اليوم اليوم ده جزء من الحياة لما بيضيع الحياة بتبقى بنبقى أمام الله سبحانه وتعالى أيامنا فارغة ورغبنا سبحانه وتعالى وبعندنا الليال اللباس وعندنا النهارة وطبعا الشيء الطبيعي في أننا نستيخذ بدري عشان نبدأ حياتنا وعملنا ويومنا من أول النهار نزور المقابر لماذا نزور المقابر عشان ده ده هو المكان الحتمي اللي كلنا هنزور وحنعيش فيه مش خمسين سنة أو ستين سنة أو مئة سنة قد نعيش فيه داخل هذا القبر آلاف السنين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها ففي زيارة القبور فيها موعظة وفيها يعني نقاء للصدور تذكرنا بما فعلنا وما سنقول إليه در الأثار والتفكر في قيفية صناعته أما روح دول الأخار ده موجودين هنا في مصر ولا في أردن ولا في الأمريكا اللاتينية ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق إلى آخرين أرى كيف صنع هؤلاء العظام من الشعوب والمجتمعات مثل هذه الحضارات الخالدة وأنا دولي ألا أتحدث عنهم فقط بل أكون قادرنا على صناعة مثل هذه الحضارات مرة أخرى وامتداد هذه الحضارات مرة أخرى حضارات دي نشوفها كيف صنع كيف صنعها القدماء المصريين كيف صنعها في النقيين والأشوريين والكسامي إلى خلف كل مكان حضارة الإنكا حضارات في الصين العظيمة كل هذه الأشياء زيارتها الأسواق التقليدية الأديمة سوق زي سوق التلات وسوق الجمعة وسوق السبت وسوق الحد وسوق الحمير وسوق البقر وسوق الغنم وسوق الغلة كل هذه الأشياء وسوق اللي هو المواد الأديمة اللي احنا بنعملها مستعملة كذلك كلها دي هشوفها عشان ده جزء مهم جدا المجتمع لابد أن نتعامل معه الرياضة مهمة جدا وصلنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم الرياضة يومية نمشي أو نجل أو نروح في الحالات خلوية اللي عايز نروح غابة من الغابات اللي عايز نروح جنينا من الجناين اللي عايز هكذا بيت تكون دورية أما رياضة الغداء بد أن تكون كل يوم المشي أو الجل السباحة يعني رصفة صلى الله معلمنا يعني وقهنا إلى تعلم السباحة وتعليم أراضي السباحة الاستحمام يوميا إذا تمكن الإنسان في الأماكن اللي فيها ساعة لأنه فيها أماكن جدا ليه اللاجئين وغيرهم لن يستطيعون الاستحمام يوميا ليه أنا بقول استعمال مواصلات العامة قد يكون عندي عربية وبروح الشغل بالعربية وبرجع بالشغل بالعربية فأنا أقعد واحد بكلم نفسي لكن لما مركب أوتوبيس أو مركب ميكروباس أو مركب أي شيء فبتعامل مع الناس بستمع لبعض المشاكل بشوف الشخص ده بيعمل إيه بيعني إيه بحتك الاحتكاك نفسه بالناس ده بيسقل شخصيتي ما بيجعلني أتعلم أشياء لما أتعلمها من قبل بعد كده الأعمال التطوعية لأهم شيء في بلاي المجتمع وأهم شيء في غرس روح الوطنية في المجتمعات وعدم الانعزان على المجتمع لأن السوشيال ميديا وتكنولوجيا بتاخدني في غرفة مغلقة أنا عايز أخذ من غرفة المغلقة دي وأذهب إلى أن أتطوع أعود مع الأطفال أعود مع اللاجئين أعود مع النازحين أعود مع الفقراء أعود مع المرضى أعود مع المشردين إلى آخره لكي أحاول أن أجه حلا لمشاكلهم أو على الأقل أستشعر الحاجة الملحة التي يعانون منها عمل التطوع أن يكون لنا هدف ما ينفعش واحد عايش في الدنيا دي أبدا 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 من غير ما يكون لها هدف حتى الحمار ليه هدف في الدنيا حتى الجموسة والبقرة والكلب والقطة ليهم هدف ربنا حط في ألبهم وربنا سبحانه وتعالى جعل مننا المستخلفين على الأرض قال إني جعلهم في الأرض خليفة صح؟ خليفة يعني هو سيد الخلائق اللي هما البشر نفسه ما ينفعش حد أي حد كان مسلم أو غير مسلم أو وثني أو إلى آخره إلا لما يكون له أو لها هدفا من أجله يعيش لإنماء الحياة أن يكون لنا هدف أن نعيش من أجله من أجله ونحاول تحقيقه ونشتراك الأمر الثاني أن نسترك في نقاشات حية ومؤثرة يعني ونخرج في وسط الناس ونتكلم معاهم يبقى فيه نقاش يبقى فيه أطروحات يبقى فيه خلافه نظر مش انعزلية وتقوقعية وانطوائية ها؟ ثم بعد ذلك الإنسان يخش في الكآبة والابتئاس نقلل من الساعات مشاهدة التلفزيون يوميا ونستمع زي ما نولت في الأول لو كان فيه ترانيم وأغاني كنسية لو كان فيه استماع للقرآن الكريم لو كان استماع المزيكة الهدية الكلاسيك اللي هي السيمفونيات إلى آخر مين هم بقى اللي احنا اتكلمنا عنهم في الأول اللي بتحكموا في التكنولوجيا هل كلهم وحشين هل كلهم أعداء أم أم إلى آخرة أولهم في منهم المخلص ومنهم ما دونه ذلك منهم المخلص ومنهم ما دونه ذلك دي ما احنا شاهدين في السؤال أما المخلص والمبدعون من الشباب من أمثالكم ناس مخام نور تستطيع أن تحدث تغيير مجتمع ملموس ومؤثر وإيجابي وإنماعي ها المبدعون من الشباب أصحاب الأفكار الجديدة والطموحات التي لا يسلاحظون النمر واحد النمر اثنين المبدعون من العلماء والمؤسسات في مؤسسات ها قائمة ها وفيها مبدعين كثيرين قائمين عليها الشركات رجالة الأعمال والشركات الربحية متخصصة كل دي حاجات حلالة رجالة الأعمال والشركات الربحية متخصصة في هذا المجال العسابات الإجرامية عيدا عندها القدرة على التحكم في مسار التكنولوجيا وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي أصابات الإجرامية منظمات السريرة المطرفة والإرهابيين كل هؤلاء ها بيتحكموا في مفاصل التكنولوجيا اللي احنا بنشتغل من خلالها رجالات واجهزة أمن والتخبارات والمراكز الانباحثية تابعة لها كل جهاز أمني وجهاز التخباراتي عنده القدرة على التحكم في مصادر التكنولوجيا وفي مصادر التواصل الاجتماعي للحفاظ وحماية الأوطان من كل هذه الاختلاقات المؤسسات الإعلامية وتسوقية رسمي كل هؤلاء الناس هم اللي بيتحكموا في مسارات صناعة التكنولوجيا وغيرهم طبعا لأن هذا ليس قرآن وغيرهم 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 إما سلبا أو إيجابا بس لابد أن ندرك خريطة من هم المتحكمون في صناعة التكنولوجيا تحكم في التكنولوجيا توجيه تكنولوجيا ووسائلها أنا سؤالي الكبير دلوقتي وقربنا لخلص إذا لم نستطع صناعة التكنولوجيا فعلينا إعادة تدويرها بما يصلح بما يصلح بما يصلح المجتمعات والشعور يعني أنا إن كنت غير قادر على أنني أكون صانع للتكنولوجيا فعلي أن أدور هذه التكنولوجيا بما يصلح المجتمعات والشعور يعني تكنولوجيا يعني إيه ندور منظومة التدوير يعني إيه هدف منظومة التدوير دي إنها تحمي المناخ المجتمعي الثقافي والقيم والأخلاقي الذي يبلوريه يحمي المواطن من كل دخيل وغريب وفاسل يعني منظومة التدوير دي هدفين الهدف الأول تحميني أنا كمواطن من الخارج وتحميني أنا كمواطن من الداخل ومن الخارج بتجعل حول مناخ ثقافي قيمي أخلاقي المجتمعي يحميني من الغريب والمستهجن والدخيل والفاسل ومن الداخل بتقوي المناعة بتاعت أنا كمواطن تقوي المناعة المجتمعية للمجتمع من الداخل من خلال بناء أنسجاتها الداخلية القائمة على أسس أخلاقيات وثقافات وقيم وعقائد المجتمعات يعني منظومة التدوير دي من الخارج هتعمل مناخ حولي لكي تحمي المجتمع ومن الداخل هتقوي العقد المجتمعية القائمة من خلال ها المناعة نسجة القائمة على أسس وأخلاقيات الثقافات وقيم وعقائد المجتمعات كيف نعيد تدوير التكنولوجيا بقى مرة تانية لابد علينا أن نعلم أصولها للمجتمعات خاصة المجتمعات الفقيرة والمهمة ونجعلها مادة أساسية في التدريس يعني هنقولنا قبل كده أن التطوع لابد أن يكون مادة أساسية في التدريس وبنشكر بعض الدول العربية ده حديثا أمير الكويت سمح بأن هو تصبح مادة التطوع جزء من المنهج الدراسي قبل كده حكومة قطر عملت الموضوع قبل كده إلى خلهم عايزين يعمله وطبعا هنا الموضوع التطوع في الغرب ده معروف من الدين بالضرورة المعلومة جاد معلوم من الدين بالضرورة من ابتدائي لعدادة الثلوة الجامعة اللي فيما بعد فحنا تعليم التكنولوجيا ووصلها للمجتمعات الفقيرة بتدوير مادة أساسية في المدارس لها مادة هنا مهم جدا دع وضع دوابط وأخلاقيات لإستخدام التكنولوجيا حتى الإعلام اللي موجودة عندنا مالوش نقابة تدافع عن أخلاقيات فكلما كذب الكاذبون ونافق المنافقون وذلس المدلسون لا يحسبهم أحد الأطلاق يوجد نقابات مفيش دوابط مفيش أخب الخياد تشجيع الشرب على التخصص في صناعة التكنولوجيا تخصص في صناعة التكنولوجيا واجعلها أصلا من أصول الحياة المجتمعية أصبحت محور حياة الوقت محور أصبحت محور مجتمعي في مفاصل تتشابق في كل مفاصل الحياة أن نبني شبكات ومنتديات تدافع عن مجتمعاتها من خلال منظومة التطبيق لم نستطع أن نصنع التكنولوجيا فعلينا إعادة تدورها والاستفادة منها من كافة أبناء المجتمع يبقى أختم وأقول نحن نؤمن بتقدم العلمي نؤمن بصناعة التكنولوجيا نؤمن بصناعة التواصل الاجتماعي لكن لا نؤمن بأن نصبح عبيدا لمثل هذه الآليات يتحكم فينا من لا نعرفهم من الأبواب الخلفية المجتمعات والدول إلى آخر فيحدثوا الانقسامات المجتمعية والصراعات والنزاعات بين الدول والشعوب والمجتمعات شكرا وغدا إن شاء الله ستقام هذه إعادة هذه الحلقة باللغة الإنجليزية الساعة السادسة وإن شاء الله ستحدث عن هذه تكنولوجيا وميديا في 6 مرات وقال 9 مرات وقال 9 مرات وقال 1 مرات في النجل أراكم المرات في بناء المجتمع المندمج المجتمع المندمج المجتمع المندمج فنسير فيه سويا من مرحلة الصدمة إلى المسلمات إلى بناء الوعي المجتمعي الصدمة مسلمات وعي المجتمعي ثم فين بعدها اللي هو المجتمع المندمج لقد رأيتها أنا وإنتم لو إحنا لو إنتم وتبعتوا الكلام معايا من أسبوعين أيضا من أسبوعين لقد رأينا أطوار بناء هذه المسيرة المجتمعية داخل فين؟ داخل أغوار النفس البشرية وداخل المسارات المجتمعية ومركباتها المعقدة والقادرة على الأدرش شفناها دي شفناها في الجزء الأول وشفناها في الجزء الثاني ومن ثم انتقلنا للمرحلة لاندماج المجتمع التي تكلم عنها النهاردة لابد أن نجعل المجتمع مندمج مرة أخرى لأن اللي بيحصل ما بين الفصائل بنسميها فصائل دلوقتي ده فكر استعماري حقير يجعل مثلا الناس اللي في المنطقة دي عداء ناس في المنطقة دي والناس في المنطقة دي لكي ينشغلوا بالحروب الداخلية فيستطيع المستعمر أو المستغل أو السارق أن يأتي ليسرق مقدرات مثلا هل يشوف هذا في الضبط ما يحدث حاليا في منطقة اسمها في دولة من أغنى الدول في العالم اسمها الكونغو الديمقراطية تسرق تسرق يا أغنى من أغنى الدول ومن ثم ننتقل لبناء المجتمعي الاندماجي المجتمعي نفعل مستوى المساهرة البشرية المغاية وبعدين ننتقل لمرحات البناء المجتمعي الاندماجي عرفه كلمة الاندماجي يسمى انتقاط الشركة وهنا با انتقاط باندماج مرة اخرى لأنني بالاندماج الانسهار والذوبان كان هناك أغنية المغنية الإماراتي اسمه الجسمي يقول الصعيدي والبحيري وليس عارف ماذا لكن ليس فكرها كلهم يكونوا مدمجين في الوطن المصري هذا الذي أتكلم عنه والذوبان ولكن نعني به التميز والانسهار والذوبان ولكن نعني به التميز والتعددية والاندماج يعني أن كل مننا من خلال ثقافته وعقدته وتاريخه يصبح قادر على التعايش والتكامل مع بناء مجتمعه من خلال الرؤية الكاملة لكيفية بناء مجتمع قاعدته الاندماج المتميز وصرحه التكامل في الأداء الفعال الحفاظ عادة يموم بقاء هذا الصرح السابقة أرجع إليها مرة ثانية لأنه دي مهمة جدا 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 نفرق ما بين الانسهار والاندماج ونعني بالاندماج الانسهار والذوبان ولكن نعني به التميز والتعددية والاندماج هنا يعني أن كل مننا من خلال ثقافته وعقدته أو من خلال ثقافتها وعقدتها وتاريخها يصبح أو تصبح قادرة على التعايش والتكامل مع أبناء مجتمعه أبناء المجتمع من خلال رؤية كاملة للمجتمع لكيفية بناء هذا المجتمع كيفية بناء هذا المجتمع قاعدته الاندماج المتميز وصرحه التكامل في الأداء الفعال للحفاظ على إيه؟ على دايمومة بقاء هذا الصرح اللي تسعب به الخلاق مش انسهار مش دوابان لا سوريا فيها 26 محافظة ولا 18 محافظة ولا 20 محافظة ولا سلام كل محافظة متميزة بشيء يكمل التميز في المحافظة الأخرى فهل نحن متعذون يا شباب؟ دا أبقى لكم مرة أخرى يا شباب دا أكلمكم ليه؟ لأن أنتم الأساس أمل الأمم متعذون فما زال في الوقت ساعة فهيا بنا لنبني هذا المجتمع المندمج المتكامل المتميز الذي تسعب بداخله كافة الخلاق ومن أقول كافة الخلاق الغير البشرية التي خلقها الله لنا سبحانه وتعالى الثالثة هنا العنة وهو هرم بناء الوعي المجتمعي وهو هرم الرابع هو هرم المجتمع المندّمج لأن القيامة بالفهر في المحاضرة سنتظر الى السبال والاكم الهرم السدمة وهو الأخير وى السبال التالح selected Indians قبل كده معاكم بعض الشباب بيقول لك طب لئي محاضرة واحدة انت اتكلمت في الاولى عن التاريخ واتكلمت عن بناء الهيكل المجتمعي واتكلمت عن بناء الاساسات المجتمع وفي الشريحة التانية اتكلمت عن الخدمات المجتمعية اللي بنتكلم عنها ليه بتدينا محاضرة تالتة علشان في المحاضرة التالتة احنا ننتقل بالبناء المجتمعي الى مراحلات الاندماج المجتمع الاندماج اللي يسميه من الإنجليزي اللي هو إنتيجريتد أو إنتيجريشن أو القرب من الاندماج اللي هو الكمال فأنا نيئس بعد أنا بتكلم ليه في أول شهر في سنة 2021 بعد الكورونا ما عدت علينا بسنة أو أكتر على حسب ما تلعت الكورونا في الصين أو في أي مكان في العالم وبنتكلم فيها علشان لا نيئس أبداً يبقى أن ننتقل بالبناء المجتمعي إلى الاندماج أو القرب من الاندماج والكمال فلا نيئس أبداً نمرة واحد. نمرة اثنين أنا بقول الكورونا وبقول لنا كلنا جميعاً إحنا لا حنخاف من الكورونا والحمة الأسبانية ولا حم الخنازير ولا سارز ولا حم الخنازير والسارز والإنفلونزا والثيور والسارز والإنفلونزا والثيور إلى غير مش هنخاف منهم لكن هنحترس ونحترس منهم وحنعمل لن نحبط ولن نقعد داخل بيوتنا عاجزين على العمل كما حبستنا الكورونا في خلال عام مضى لن نخاف من رب الجراثيم سبحانه وتعالى فما يحدث الآن هو اختبار اللي بحثتنا دلوقتي هو اختبار أنا هتكلم إيه؟ لبعض النقاط اللي بتحدثنا دلوقتي فهي اختبار أول حاجة أول الاختبارات دي القدرة بتاعتنا والمقدرات بتاعتنا هل احنا عارفين قدرتنا قد ايه؟ عشنا سنة مع الكورونا هل احنا عارفين قدرتنا ومقدرتنا قد ايه؟ دي نمرة واحد دي نمرة اتنين تختبرنا في حقيقة معرفتنا وعلمنا اللي احنا عارفينها هل احنا فعلا عندنا معلومات وعندنا علوم وعندنا علم نستطيع ان احنا نبني بيه مستقبل حياة الامم ونقبل بيه حضارة ونقبل بيه نهضة الى اخير دي نمرة اتنين نحنا عاردين في البيت وكلما جلسنا في البيت اصبح كمية التفكير اللي في مخينا اعلى بكتير جدا من لما كنا بنخرج كل يوم وننزل ونروح ونقابل اصحابنا ونقابل جراننا ونروح للشغل الى اخير الى اخير الى اخير جلسة البيت بتخلي قدرتنا على التفكير اعلى لان نفكر في حقيقة معرفتنا العلمية حقيقة ما تقدمنا به من العلوم هل احنا فعلا العلوم اللي احنا تقدمنا بها انشقت حضارة دلوقتي انشقت حضارةالغربية ؟ هل ايه دي حضارة ؟ ام انشقت نادة? وهه الحضارة الحقية? ولا حضارات المزlifeة으�ة الى اخير دللي بنخيل بنفكر فيه ونحنا جلسين في البيت ونحنا الكورونا حبصاناي في البيت؟ دي بنمر ايه? هل ثلاثة شديد الأمن أن نتقدم ك ей انواع الإيمان أمرنا من قدراتنا、 نؤمن من قدراتنا倫 نؤمن بنا، نؤمن بقيمنا أو شخصة وهكذا حقيقة الإيمان التي نتحدث عنها. وعلى حقيقة القوة، دائماً نذهب إلى أقوياء. أقوياء بإيه؟ عشان عندنا تليفونات، عشان عندنا سوشال ميديا، عشان عندنا إنترنت، وما هي مظاهر القوة؟ ومع معنى كلمة القوة التي نتحدث عنها، كل حقائق هذه كلها خرجت لنا من تحت عبائة الحبسة الكورونية التي حصلت لنا في خلال العام الماضي. هل نحن أقوياء؟ وحقيقة إن الجرثومة أو الفيروس الصغير ده قهر الإنسان اللي هو المتكبر، المتغطرس، الضال، المضل، الظالم لنفسه، الظالم لمن حوله، فالجرثومة ربعنا سبعاتها، سبحانه وتعالى بعتها، فقعدتنا في البيوت عشان أصبحنا الشب باش تولي الحركة، دي النقطة نمرة ستة، النقطة نمرة سبعة هي حقيقة الفترة، الفترة بتاعتنا احنا، كل واحد فينا خلقها على الفترة، خطوة على الفترة يعني فترة المشاعر داخل الإنسان، داخل الإنسان وداخل كل فرد، اللي هي، ومن دائل الفترة دي أني دائماً بنخاف من المرض، دائماً بنخاف من الأشياء الوحشة، دائماً بنخاف من الموت، ودائما بنحب الحياة، ونحب المتعة، ونحب السفر، ونحب كل هذه الأشياء اللي نتكلم عنها، فهل إحنا، عرفنا حقيقة فترة المشاعر داخل أفئيلة الخلق، ومن دائل الفترة الخوف من الموت، والسعادة بالحياة، ومعرفة وجود الله سبحانه وتعالى، اللي يتحكم في إدارة هذه الأكوان المحيطة بنا، لقد حصلت على هذه المسلمات والأننا وجاء يا سيكون الشمس والأمر، ونحب النجوم، یا السماء أو الأراضي أو البحار Изي particularly ومعرف الأمريم إلى المهيطات لكن لو غابت عندنا الشمس، وما غابت عندنا الأمر، فإند اعمل النجوم، وإند اعمل السماء، فإنذ ذ BERNED من الأجزاء اللي الكورونا خلتنا وإحنا عادين في بيوتنا نفكر فيها تفكير عميق السؤال دلوقتي لنا هل كورونا علمتنا حقيقة هذه الحقائق اللي كلمت عنها اللي ما ربنا سبحانه وتعالى جعلها للموقنين أنتم من الموقنين أمثالكم واضحة جلية جعلها للموقنين من أمثالكم واضحة جلية فلسنصبح كلنا يعني من الموقنين بأن الخلائق خالق هل إحنا أنؤمن بأن الخلائق خالق ولا لا يدير ويدبر لهم أركان الحياة داخل هذا الكوكب الأرضي ليسعدهم ويبقيهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لهم فلنحن من الموقنين يقينا بهذا أم لا هذه الحقائق دي كلها أكبرتنا الكورونا وإحنا جلسين في بيوتنا وخايفين من الموت أننا نفكر فيها جيني من رأيه الجزء الأول اكتشفنا بقى إيه اللي اكتشفنا بقى في الفترة دي كلها اكتشفنا حاجة كثيرة جدا يعني ورق التوت سقط عن عورات كل اللي هم نتكلم عنهم لقد اكتشفنا أن الإعلام صراب الإرهاب خراب الإرهابيون مأجورون السياسيون أفاقون النظم العالمية هي نظم استغلالية الشعارات الدولية المجتمعية هي شعارات استعمارية كان لدينا ورشة عمل وعندنا مقتربات عملناها على ايه كولونيزيشن أو ايه يعني ازاي ان الناس بتستغل اللي هو الـ ايه ازاي المؤسسات الدولية الكبرى او ازاي اللي هو الحكومات بتستغل بعملة الجزء من الايد اللي هو الاستعمار الإنساني يعني باقي الحاجة اسمها الاستعمار الاستعمار الإنساني الاعداد اصبحت سرقة للمقادلات المحلية انظروا الافريقيا وانظروا ماذا يحدث في افريقيا اقول لنا اعلم من الفقير الفقير ليس له النصير واليتيم لئيم والامل الله الاهلم ليست جوهرة كما تحدث عنها الادهان والمريض يعتبر بغيد والشريد يعتبر ثريد و المسكين يعتبر دميم والغريب دميم والحكيم سقيم والعالم غانم والفقير سفيه والإفتاء هراء أولها ثاني لقد اكتشفنا أن الإعلام سراب الإرهاب خراب الإرهابيون مأجرون السياسيون أفقون النظم العالمية النظم الاستغلالية الشعارات الدولية المجتمعية الشعارات الاستعمارية العداء الاجتماعية سلقة للمقدرات المحلية الفقير ليس له النصير اليتيم لئيم الأرمان ليس القوهرة المريض بغيد الشريط تريد المسكين ذميم الغريب دميم الحكيم سقيم العالم غانم الفقير سفيه والإفتاء هراء زي ما احنا كشفنا في كتير جدا من الدول بيطلع المفتي يتكلم كلام يضحك يعني ما عن ذر الله بابن سلطان نداء هنا للشباب أفيقوا أيها الشباب فهذه إشارات وعلامات تجعلنا قادرين على استعباح الحياة وأركانها ثم معرفة قدراتنا ومقدراتنا يعني عادين محبوسين ومكان من قوانا فهل نحن فعلا حقا أقوياء هل نحن حقا أقوياء بعد ما شفنا هذه الأشياء اللي نتكلم عنها وعلمتناها إياها الكورونا ونحن عادين في بيوتنا الشريحة نخش بأركان المحاضرة الأربعة أركان المحاضرة الأربعة أربعة أهرام أنا قلت سأتكلم عن المحاضرة بالأهرامات الأربعة أول هرم اللي كان على الصفحة في الأول كان الهرم بتاع خوفه وده الهرم اللي انتوا شايفينه في الشريحة هو هرم السقارة اللي موجود والأربع أهرامات فيه هرم اسمه هرم الصدمة اللي هو من تحت الفوق وفيه هرم قيمة المسلمات المجتمعية ثم هرم بناء الوعي المجتمعي ثم هرم المجتمع المندمج يبقى بنبدأ بهرم الصدمة وبعدين نرتفع لهرم قيمة المسلمات المجتمعية وعند نرتقل إلى هرم بناء الوعي المجتمعي ثم نرتقل إلى هرم المجتمع المندمج معنا أيضا أول هرم هرم الصدمة نحن تكلمنا عن كورونا دلوقتي اصابت 95 مليون انسان في العالم 52 مليون شوفيو الحمد لله يعني اكتر من 54% شوفيو و 2 مليون ماتوا يعني حوالي 2.5% ماتوا والباقي لسه بيتعالج هنا وهناك فمعناها ان الكورونا مش 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 نقطة حتى ولو كان فينا زرية المؤامرة او نزرية اخرى فحنا لابدنا نتعامل معها تعامل واقعي من خلال الارقام هرم الصدمة معناه هو ايه؟ بيتكون من ايه هرم الصدمة؟ هرم الصدمة ده بيمثل لنا ان واحد حصيت له صدمة وافاق من الصدمة وبدأ ايه ينزل فيه محاولة